معنا من رام الله مرسلنا عميد الشحادي عميد تكثيف لعمليات البحث والمداهمة عن الأسيرين الذين لا يزالا طريقين لكن هل تستخدم القوات الإسرائيلية طرقا جديدة أو مشددة أكثر مختلفة عن ما تعتمده عادة في المداهمات نعم نجلاء نحن في جنين الآن وليس في رام الله فجر هذا اليوم كان هناك شيء مختلف هنا في مدينة جنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ما زالت تبحث في هذه المنطقة التي نتواجد بها الآن بالقرب من مستوطنة شاكيد القريبة من قرية الطرم غربي مدينة جنين والقريبة من بلدة يعبد أيضا غربي مدينة جنين بلدة يعبد هي بلدة الأسير الذي ما زال طليقا مناضر الانفعات وما جرى فجر هذا اليوم هو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمة منازل الأسيرين في قريتي يعبد وكفردان وقامت بالتحقيق مع عائلتهما مطولا تحقيقا ميدانيا ثم اعتقلت عددا من أفراد عائلتهما للوصول إليهما وهو التقديرات العسكرية الإسرائيلية أن أسير واحد على الأقل من الاثنين تمكن من الدخول إلى الضفة الغربية وهو ما يفسر ما شاهدناه في هذه المنطقة التي نتواجد بها الآن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب خياما على السياج الفاصل في المنطقة التي خلفنا وفي أكثر من نقطة في منطقة جنين تنصب خياما يتواجد بها جنود الاحتلال على مدار الساعة لا يمكن رؤيتهم الآن بسبب حلول الظلام لكن كانوا متواجدون هنا ويبحثون منذ أيام في هذه المناطق الوعرة باستخدام أو بمساعدة متقصي الأثر يبحثون عن الأسيرين أو على الأقل واحد منهما كما تشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية دخل إلى الضفة الغربية هذا فيما يتعلق بالبحث عن الأسيرين ما زالت تبحث قوات الاحتلال وليس هناك أي جديد بخصوص مصير هذا الأسيران أما من جانب آخر لو تحدثنا عن الأسرة داخل سجون الاحتلال هيئة الأسرة أعلنت قبل قليل أنه يوم الجمعة القادم سوف يدخل الإضراب عن الطعام 1380 أسيرا احتجاجا على التنكيلات والممارسات الإسرائيلية ضدهم وقالت أنه في الجمعة التي تلي الجمعة القادمة الجمعة التي تتليها سوف يدخل مئة أسير آخر من قيادات الحركة الأسيرة ومن بينهم مروان البرغوثي وكريم يونيس في إضراب عن الماء وهذا الأمر مرهوم بالمطالب التي حددها الأسرة بأن تعود الأمور داخل السجون إلى ما كانت عليه قبل الخامس من هذا الشهر وهو أي قبل هروب قبل موعد هروب الأسرة من سجن جلبوع لأن ما تلا هروبهم كان هناك عمليات تنكيل كبيرة وكشف نادي الأسير أيضا عن تعرض من تم نقلهم من سجن جلبوع إلى تعذيب لمدة ساعات وهو ما يطالب الأسراب بأن يتم التراجع عن عمليات هذه التنكيل لكي يتراجعهم عن إضراب عن الطعام المؤلن يوم الجمعة القادم شكرا لك من جنينا مراسلنا عميد شحادي تصعدت في الآونة الأخيرة